لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جامع الناس لليوم لا ريب فيه إن الله لا يخف المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم التناد واشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إمام الأولين والآخرين وخلاصة العباد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم في الأقوال والأفعال والأفقاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد كما رأينا في الحلقات السابقة كيف اهتمام المتقين بقضية اليوم الآخر هم من الساعات المشفقون هم يقولون ربنا إننا أملنا فقط لنا ظنوبانها وقنا عذاب النار هم يتفكرون في خلق الصمات والأرض يذكرون الله عز وجل في جميع أحواله ومع ذلك يقولون يعني اصرف عننا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت متقر ومقامة لماذا صنعوا ذلك؟ لأنه لهم إرادة وهذه الإرادة هي التي أريد أن أتحدث معكم فيها في هذه الحلقة وما بعدها قل لي ماذا تريد أقول لك من أنت قل لي ماذا تريد أقول لك من أنت قال تعالى في شأن يعني الخلق منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أنت من من؟ ماذا تريد؟ تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ ولكن قبل الحديث عن إرادة الخلق تعالى معي لنتحدث عن إرادة الخلق سبحانه وتعالى عن إرادته الكونية وإرادته الشرعية عن إرادة الكونية يقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسبحان الله عندما ترى هذه الإرادة الكونية تعجب يعني هذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أبدو الصلاة والتسليم بيع بثمن بقس دراهيم معدولة وكانوا فيه من الزاهدين واسمع ماذا قال الله عنه سبحان الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكريمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذها ولدا هذا المملوك الذي بيع بثمن بقس دراهيم معدولة ماذا قال الله فيه وعنه وكذلك مكنني يوسف في الأرض يا حر تعالى الله ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره الله أكبر هذه إرادة الله الكونية فماذا عن إرادة الشرعية اسمع يا أخي الكلام اللي يجعلك أكثر حبا لله والذين أمنوا أشد حبا لله يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم هذا ما يريد الله لنا وبنا يريد الله أن يخطف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطاهرة تطهيرا سبحان الله هذا ما يريد الله لنا في إرادة الشرعية ما يريد أعداؤنا من شرطين إنس والجن كما بيّن الله عز وجل في سورة المائلة يا أيها الذين آمنوا دعاء دعوة من الله عز وجل للمؤمنين لبيان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجع ثم من عمل الشيطان فنجتنبوه لعلكم تفلحون ثم بيّن الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع هذه إرادته أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متون؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بماذا؟ ويأمركم بالفحشاء والله يعيضكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليهم يا رب رزقنا الحكمة يا رب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألبان هؤلاء يريدوا الله إنما ليبين لكم ويأديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليهم الحكيم والله يريد أن يتوب عليكم اسمع ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة إذن هذه إرادات بين مقدمة أو بين يدي الحديث عن إرادة الخلق أغضاء الإنسان هذه الإرادة إرادة الإنسان إما إرادة صالحة أو إما إرادة فاسدة اسمع الحديث عن هتين الإرادتين اقرأ معي سورة الإسراء واقرأ معي من سورة هود ماذا قال الله في الإسراء؟ ما إن كان يقول العجلة أي دار العجلة الدنيا شوف ماذا قال الله؟ عجلنا له الله الله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مع ذلك أنت تريد لكن العز وجل يحكمك بمشيئة وإرادة ذاك النهاية المآل ثم جعلنا له جهنم يصلاها مزموما مدعورا في المقابل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كما ذكرت لكم من قبل هو عبارة عن صندوق فيه مدخل وفيه مغرب فيه إمبوت وفيه آوتبوت وجوه الصندوق فيه أعمالية بروسيسينج لازم ثلاث حاجات إرادة أرادة الآخرة حركة وسعى لها سعيها نولج علم معرفة وهو مؤمن الثلاثة دول مع بعض أنا أنا إيه إرادتي اللي يقول ديزاير إيه النولج اللي عندي وهو مؤمن إيه السكيلز اللي عندي وسعى لها سعيها إجمع الثلاثة دول اعمل لهم بروسيسينج يطلع الأوتبوت فأولئك كان سعيهم مشكول يلا إذا كنت عايزة يكون سعيك مشكور وإن يكون ما قالك الجنة يبقى عليك إنك إنت واحد تكون مريد للآخرة وتكون مؤمن وتكون متحرك تكون عندك المهارات وعندك الأعمال الصالحة اللي تهيئ لك من خلال هذه المنظومة ثلاثة إرادة وعلم عمل إرادة معرفة مهارة وتعجيرهم في بعض تطلع سعيهم مشكورة من كان يريد الحياة هذا القرآن في سورة يهود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يا رطيف وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذن إذن هناك كما علمنا إرادتان إرادة الدنيا وإرادة الآخرة اختر لك ما شئت فإن المآل ها سوف يكون وفق إرادتك وإذا ما أردت أن تعرف المزيد فلنا في كتاب الله عز وجل المزيد عندنا القصص القرآني وتعال معي لننظر إلى الملئ بل إسرائيل وننظر إلى قصة قارون قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحا سبحان الله مفاتح الخزائم أو الخزائم لو حمل بها العصبة من الرجال الأشداء لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوموا لا تفرح فرح البطر وفرح الكبر إن الله لا يحب الفرحين شوف هؤلاء العلماء الحكماء وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هذا ما يبغي أن تصنعهم أن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أن توجه كل طاقاتك كل معارفك كل سلطانك كل إنكاناتك أن توجهها في الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا بالعمل الصالح وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المصريين ماذا قال؟ قال إنما أوتيتوا على علم عندي بسكين أجهد الخلق ولذا قال فعلا أولم يعلم يعني أجاهل قال إنما أوتيتوا على علم عندي أولم يعلم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسألوا عند نظيم المجرمون خرج على قومي في ذي مجرم خرج على قومي في أبها وفي موكب عظيم والناس يخرجون كما يخرج ناس الآن البلكونات وعلى الشجر وفوق الأعمدة يرفعون الأعلام ويحييون هذا الفنان أو هذا اللاعب القرى أو هذا الزعيم هكذا المشهد يتكرر في كل وقت وكل حين مع اختلاف فقط هذا يعني يخرجون وهؤلاء يصعدون وهؤلاء يحيون إلى آخرين فخرج على قومي في ذي مجرم تفرق الناس إلى فريقين وتحولت الإرادة إلى إرادتين الإرادة الأولى قال الذين يريدون الحياة الدنيا أوه ماذا هؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لضوح حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم شوف يا شو أهل الحكمة شوف الناس اللي بتبصر الفتنة حتى هو مقبلة يفهمون لكن هؤلاء الذين ليسوا بعلماء لا ينتبون الفتنة إلا بعد وقوعها لكن هذا يتوقع الفتنة ويبصر ويستبصر هؤلاء هؤلاء المستبصرون وقال الذين أوتوا العلم يا رب جعلنا من الذين أوتعلم وإلكم ثواب الله خير بس مش أي حد لمن آمل وعمل صالحة ولا يلقاه إلى الصابرون النتيجة إيه فين فين قارون فين الموكب فين الأبهة دي كلها فخصبنا به وبيداره الأرض فما كان له من فئتي ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانه الأمس بيقولوا إيه ليت لنا مثل ما أوتيقرون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لو لا أمن الله علينا لخصف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لا إله إلا الله انتبهوا وفاقوا من الصدمة وقراءة الجميلة في وي كأن الله فيها ثلاث قراءات قراءة الوهور ويكأن الله يبسط الرزق وقراءة الكاسائي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والقارات ابن الكثير وي كأن الله ugh يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كلا نتعجم باستغرار لو لا أمننا الله علينا قصف بنا ويكأنه لا يفترض كافرون يجي باع كده اللافتة العظيمة اللي احنا عايزين نستدركها ونعلم نفسنا بيها من خلال السمو اللي موجود في رمضان نرتقي في ان احنا نريد الآخرة أن تكون لنا إرادة في الآخرة كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تضمن فتيل أيها المتقون استعدوا للآخرة التي هي خير لمن اتقى ولا تضمن قل متاع الدنيا القليل شوفوا شو الكلام الجميل وشوف بادي حطها يعني على قلبك حطها على الوول بيبر بتاعتك حطها على ديستوب قدامك تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عقبة في المتقين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقوله هذا القول وأستاذ الله ولكم وصلهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة